أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والبزار في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط حديثاً عظيماً بإسنادٍ جوده المنذري والسيوطي والبوصيري وحسنه الألباني وقال عنه ابن القيم رحمة الله عليه هذا حديثٌ كبيرٌ عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل الشافعي به مسنده حديث عظيم عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام وفي يده مرآةٌ بيضاء لونها أبيض وفيها نكتة سوداء نقطة لونها أسود فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة كما آتيك أنا بمجسم تقول لي ما هذا أقول لك هذه الكعبة مجسم عن هذا اليوم العظيم قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ تَكُونَ أَنْتَ الْأَوَّلُ وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَى مِنْ بَعْدِكَ لأن عيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد فأضلهم الله عن فضل هذا اليوم لأنهم انحرفوا وضلوا فنزع الله تشريفه وتكريمه لهم وأضلهم عن هذا اليوم العظيم عظيم الشأن يوم الجمعة وجعله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون لك عيداً ولأمتك من بعدك أنت الأول ويكون اليهود والنصارى تبعاً لك وفي رواية من بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا فيها فقال جبريل عليه الصلاة والسلام لكم فيها خير خير نكرة نكرها لتعظيم شأنها فيها خير عظيم فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله عز وجل خيراً هو له قسم إلا أعطاه أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه ما المعنى؟ فيها ساعة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقللها عليه الصلاة والسلام ساعة قصيرة إن دعوت الله في هذه الساعة بخير الله كتبه لك تعطى أو لم يكتبه لك الله يعلم أنت دعوت يا رب ارزقني بيتاً والله يعلم أن هذا البيت سيكون لك فيه شقاء فلم يكتبه لك أو ليس له بقسم لم يقسمه الله لك إلا ادخر له ما هو أعظم منه يعني أنت مكرم من الله ومستجاب لك إما أن يستجيب الله لك نفس السؤال أو يعطيك ما هو أعظم من سؤالك وتتمنى يوم القيامة لو أن كل دعائك أخر ليوم القيامة لأن عطاء الآخر أعظم من عطاء الدنيا عطاء الدنيا محدود أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه منه أو ليس عليه بمكتوب إلا أعاذه مما هو أعظم منه يعني أنت كسبان في كل الحالتين يا رب أعوذ بك من أن أشاك بهذه الشوكة الله يعلم أن إصابتك بهذه الشوكة خير لك لكنه يصرف عنك حادثا مميتا وهذا الإنسان حزين يقول لماذا لم يستجيب الله دعائه وقد شكته بالشوكة قد صرف الله عنك ما هو أعظم من هذه الشوكة أو يتعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه منه أو ليس عليه بمكتوب إلا أعاذه مما هو أعظم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام وما هذه نكتة السوداء قال هذه الساعة ولا تقوم إلا يوم الجمعة لأن نكتة سوداء كانت في داخل المرآة البيضاء معناها أن هذه الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة لذلك في حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه ما من دابة في كل يوم جمعة ما من دابة إلا وهي مصيخة مصيخة يعني تستمع شفقا من حين تصبح إلى طلوع الشمس شفقا من أن يكون هذا هو يوم القيامة كل دابة إلا الجن والإنس في غفلتهم سادروا وهو لا يقوم إلا يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا وهو الذي ندعوه يوم المزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدعونه يوم المزيد اسمع هذا الفضل العظيم اسمع هذا الفضل الذي لا يستطيع أحد أن يصفه فقال جبريل عليه الصلاة والسلام إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة وادياً أفيح وادي أفيح يعني واسع وحين يقول وادي معناها أن هناك جبال وثبت بأن هناك جبال جبال من مسك وجبال لا ندركها اليوم وادياً أفيح أفيح واسع ممتد من مسك أذفر يعني خالص وفي رواية أبيض يعني وادي أبيض ترابه المسك فإذا كان يوم الجمعة وقد دخل أهل الجنة الجنة فإذا كان يوم الجمعة نزل ربك عز وجل من عليين على كرسيه وهذا النزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يصفه لماذا؟ لأن الحديث في الصفات كالحديث في الذات بما أننا لا ندرك ذات الله عز وجل إذن حتماً نحن لا ندرك صفات الله جل في علاه فينزل الله عز وجل من عليين ما معنى عليين؟ عليين علو بعد علو بعد علو بعد علو بعد علو علو لا يقدره مقدر ولا يتخيله متخيل من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور النور غير ملموس يوم القيامة يجعله الله ملموساً ليصنع منه منابر يجلس عليها منابر من نور حتى يجيء النبيون فيجلسوا على تلك المنابر أي فضل وشرف لهؤلاء الأنبياء ثم حفت المنابر منابر الأنبياء حفت بكراسي من ذهب حتى يجيء الصديقون والشهداء فيجلسوا على تلك الكراسي ثم يجيء أهل الجنة يعني من عوام من المسلمين ممن هم دون هذه المراتب العظيمة حتى يجلسوا على الكثيب كثيب كثبان المسك الكثيب هو المرتفع القليل من المسك يجلسوا عليه الجميع فرح الجميع مسرور الجميع قد نال بغيته لكن شتان بين منازل النبيين وبين منازل الصديقين والشهداء وبين بقية المسلمين هذا الشهيد لم ينال هذا الفضل والشرف والكرامة التي لا يقدرها مقدر إلا بألم هدم بيته على رأسه قطعت أشلاؤه سالة دماؤه يراه الدنيويون خسارة لكنه لم يصل إلى هذه المرتبة العظيمة الجليلة الفخمة إلا بهذه الآلام فصبراً يا أهل غزة والشام على هذه الآلام فإن عقباكم خير عظيم والله فقال جبريل عليه الصلاة والسلام ثم يجيء النبيون ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على كثبان المسك الآن الجميع الحضور المشاهدين حاضروا جميع المشاهدين حاضروا ماذا بقي فيتجلى لهم الرب عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه تبارك وتعالى وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم كرامتي وأنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني ماذا يسألوني يا رب وكل ما يبتغونه موجود فيسألونه الرضا يريدون أن يطمئنوا بأنه سيظل راضاً عنه لا يريدون أن يخرجوا من هذه الدار فيسألونه الرضا فيقول رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي يعني لو لا رضايا لم تدخلوا هذه الدار رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ماذا يسألون لا نعلم لا نعلم لأن كل ما يتمنونه موجود لكنهم يسألون ويسألون ويسألون حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك أي عندما تنتهي رغبة خلاص تعجز ألسنتهم عن السؤال ماذا نسأل فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لا عين رأت طيب ممكن لم تر العين لكن سمعت الأذن نعيماً وما سمعت أذن طيب ممكن لم تسمع لكن على الأقل في عالم الخيال يتخيل ولم يخطر على قلب بشر هذا يقول لمن؟ لأهل الجنة الذين رأوا نعيماً عظيماً لكن هذه الكرامة في هذا اليوم مختلفة عن كل نعيم الجنة فيفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرفهم من يوم الجمعة اليوم يوم الجمعة يأتي الناس ليشهدوا هذا الخير العظيم ثم يستمعوا إلى الخطبة ثم يصلوا ثم ينصرفوا بمقدار هذا المقدار هو مقدار جلوسهم ونظرتهم إلى الله سبحانه وتعالى في الواد الأفيح ولكن المقدار الزمني متناسب مع الآخرة لأن وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون فالزمن الذي نستغرقه في هذه الخطبة وفي هذه الصلاة هي بمقدار يوم الجنة إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة اسمع إلى هذا الفضل الذي لا يستطيع أحد والله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الظنون ولا يصفه حق وصفه الواصفون أمر يعجز الخيالاً يتخيله فيصعد الرب عز وجل على كرسيه ويصعد معه النبيون والصديقون والشهداء أي فضل هذا ثم يرجع بقية المسلمين لا ينالون هذا الفضل لكن الجميع فرح الجميع مسرور ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء درة لؤلؤة لا فصم فيها ولا واصم لا يوجد فيها شغوق ولا عيوب أو ياقوتة حمراء يعني تخيل دارك من لؤلؤة دارك من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أنواع جواهر لا تقول لي بيت على ثلاثة وارع ذل على ثلاثة ما نحن فيه مزبلة أمام نعيم الآخرة ويكدح الإنسان المسكين طوال عمره من أجل ويقصر في مملكته الحقيقية مملكة المؤمن ليست في هذه الدار مملكة المؤمن ليست في هذه الدار هذه الدار ليست دار قرار ثم يصعد معه النبيون والصديقون والشهداء ويعود ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها أبوابها وغرفه يعني الأبواب والغرف ليست مركبة عليها لا هي من جنس الدرة من جنس الياقوتة من جنس الزبرجدة مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدامها فليسوا إلى شيء هذا أهل الجنة أحوج منهم إلى يوم الجمعة متشوفون للجمعة القادمة فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من الله كرامة ويزدادوا نظراً إلى وجه ربهم تبارك وتعالى لذلك سمي يوم المزيد كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون توفوا إلى الله واستغفروا وإن الله يفروح الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون اللهم صلى وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلاةً دائمةً سرمديةً ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرشت اللهم صلي على حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلاةً دائمةً سرمديةً ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفهم تحت راية القرآن اللهم وحد صفهم تحت راية القرآن وانصر بهم الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة والشام وجميع بلاد المسلمين اللهم استر عوراتهم اللهم آمن روعاتهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدِّد رميهم اللهم ألهمهم رشدهم اللهم وحد صفهم اللهم أجمع كلمتهم اللهم أحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك باليهود المعتدين ومن والاهم اللهم شتِّت شملهم اللهم فرِّق جمعهم اللهم أجعلهم عبرةً وحاديث اللهم أرينا فيهم آيةً فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اقفل لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأمات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا حررته ولا شهدا إلا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله